وفي خطاء تلاحم المجتمعي وتبادل الأفكار أجرى عدد من مثقفي محافظة صلاح الدين جولة في المناطق الأثرية بمحافظة ذيقار والتي تعد أحد أقدم البقع البشرية ويمتد تاريخها إلى قرابة خمسة ألف سنة مراسلنا جاسم الأبو جاسم رافق الفريق وأعدى لنا هذا التقرير من أرض أول قصائد الحب من سيد القصب تواجد الشباب من محافظة صلاح الدين وقضوا ليلا في أهوارها واستنشقوا منها عبق التاريخ ورائحة الهور الندية حيث المشاحف تشق طريقها منسابة في أرض سيد القصب أرض الأجداد ومن علم العالم الكتابة الناصرية العجيبة تمتاز بسمكها وأنواعه أكناه من يد عجائزها اللطيفة التي ارتسمت عليها خطوط مسمارية كأنها رقميات الأجداد من أرض أور الشامخة تواجدنا هنا نحن وفد من محافظة صلاح الدين مجموعة من الشباب قدمنا إلى محافظة الناصرية قدمنا بالتحديد إلى التشبايش الأهوار حقيقة ما رأيناه هنا شيء ممتع للغاية هذا التراث العراقي يجب أن يحظى باهتمام كبير من الحكومة المركزية وكذلك حكومة المحلية في محافظة الناصرية أيضا جولتنا مستمرة من الأهوار إلى مدينة أور الأثرية إلى باقي المناطق الأثرية في محافظة الناصرية هذه جولة استطلاعية من شباب محافظة صلاح الدين إلى محافظة الناصرية هذه أماكن تخص العراقيين جميعا وإحنا اليوم كبلد واحد حقيقة قدمنا إلى أهلنا في هذه المحافظة يعني جزيل الشكر والامتنان لحسن الضيافة والاستقبال اللي حظينا بي من أهالي هذه المدينة وهو معهود عليهم الكرام والضيافة هنا حاليا نحن في البيت الأهواري العديد من ما يخص الأدوات التي استخدمت في الأهوار من المشاحيف ومن الآلات الأخرى كذلك وجدنا في هذا المتحف الكثير من الأشياء التي وجدت في الأهوار في الأزمان السابقة شيء ممتع جدا وهيضا هذا البيت من القصب وهو ما كان يستخدمه أهل الأهوار وأهل الناصرية قديما وإلى الآن يعني معهود استخدامه في المظائف العراقية يتنقلون بهاي منين يصنعوها؟ الأغلبية يصنعوها من القصب والبردي فيستخدموها يتنقلون بها من منطقة إلى آخر من بيت إلى آخر وموادهم الغذائية اللي كانوا السومرييني سكان الأهوار القدماء كانوا يتنقلون بهاي يسموها الشاشة في الناصرية كانت لنا محطات ومحطتنا الثانية مدينة أور من المكان الذي خط أول حرف للعالم وتحدث لنا المختصون بذلك الأصح نقرأ اسمه أور ناما يعني خادم أور هذه المدينة مسمها أور فهو ملك سمى نفسه خادم أور يعني شوفش قد السلطة السياسية بالعراق القديم تكرس مفهوم خدمة الوطن وخدمة المدينة يعني الملك بعظمته اسمه خادم أور نسبة لأي بلد بالعالم الأرث الحضاري يعني هو حافز للتطور يعني عندما نشوف بلادنا قبل أربعة آلاف وخمسة آلاف سنة كانت نمبر ون بتطور بالعالم كله تماما مو على مستوى الشرق الأوسط على مستوى العالم هذا الشيء حاليا المفروض يكون حافز حتى نطمح للأحسن والله هي الأثار أور القديمة تمثل حقبة تاريخية سلالة أور الثالثة وتجيها السواح من جميع أنحاء العالم وكذلك من العراق من مناطق العراق المختلفة فتمثل فد إرث تاريخي وحضاري يمثل العراق بأكمل أم ويمثل فقط ذيقار نشوف وضعية الأهمال الموجودة يثير في داخلنا حالة من العلم والشجن الآثار هذه الموجودة واحدة من أسباب قوة الهوية الوطنية لأنها تمثل إرث العراقين بأكملهم بجميع طوائفهم بجميع قومياتهم ومثل هكذا يعني مثل هكذا مواقع بالوقت اللي تعزز الهوية الوطنية أيضا هي ممكن أن يشكل واردات كبيرة للعراق أنا عندي أصدقاء من كل محافظة العراق يوصلون هنا للآثار حقيقة وللأهوار الشبايش فحقيقة بهجة كبيرة نحن نتحدث عنها لما نشوف الآخرين يوصلون لهذه المنطقة فأحنا كنا يعني بيوتنا مفتوحة لهم ونرحب بهم مهد النبي إبراهيم عليه السلام وكذلك من أمرز معالم العراق نحن اليوم من صلح الدين رتبنا زيارة خاصة لزيارة هذا المكان وفعليا اليوم شفنا الزقورة اللي هي أبرز معالم أور واللي مثلت تقريبا خط زمني أو باب زمني رجعتنا لأربعة آلاف سنة إلى الوراء عشنا من خلالها وشفنا الشيء من واقع وتاريخ أجدادنا اللي هم مالكة والأرض هذه قبل أربعة آلاف سنة لقناة صلاح الدين الفضائية جاسم الأبو جاسم الناصرية سيد القصب وعلى الضفة السياسية أبدى مواطنون من مختلف مناطق صلاح الدين استغرابهم لحالة الاستقطاب السياسي التي رفقت التصويت لصالح انتخاب الشيخ شعلان الكريم رئيسا للبرلمان كاستحقاق شعبيا ومناطقية موضحين أنها ستكون المرة الأولى التي تحصل فيها المحافظة على هذا المنصب السيادي ووصفوا حملة الاستهداف الشخصي والحزبي ضد الكريم بغير المبررة لأنه ما زال عضوا في البرلمان العراقي وبالتالي اكتسابه الحصانة خضع لتدقيق قانوني ما يجعل من ملفات الضغط المؤجلة استهدافا خطيرا لمنهجية العمل السياسي وقالوا أن استخدام ملفات التسقيط تتعارض ومبدأ تداول السلمي للسلطة وحقوق الناخبين بغض النظر عن طبيعة العلاقة مع الكريم أو حزب تقدم فالأساس الذي يجب الركون إليه هو الدستور والقضاء المستقل وليس مصالح الأشخاص والأحزاب